اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ويقول الله عز وجل في حديثه الكدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحسن الظن بالله في أصعب الأمور وفي أشد الأحوال والأزمات فعن أبي بكر رضي الله عنه قال كلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا فإذا بليت فثق بالله وارض به وكل يا الله وإذا ضاقت بك الأمور فأحسن الظن بالله وكل يا الله فهذا هو سيدنا يونس عليه السلام لما سقط في لجج البحار فابتلعه الحوت فهو في ظلمة جوف الحوت في ظلمة جوف البحر في ظلمة جوف الليل في ظلمات ثلاث فلا أحد يعلم مكانه ولا أحد يسمع نداءه ولكن يعلم مكانه من لا يغيب عنه مكان ويسمع نداءه من لا يخفى عليه الكلام فدعا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيأتيه الجواب الإلهي من الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لماذا؟ لأن يونس عليه السلام دعا ربه بلساني الواثق من نصر الله سبحانه اللهم تقبل منا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته